وناخد اول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال جوزي كان بيتخانق معايا لا حولها لا قوة الا بالله وكان معصب جامد جدا وقال لي انت طالق ولما هدي قال ده كان وقت عصبية اعمل ايه والحل ايه وانا عندي اولاد السؤال ده مهم مش مهم عشان نجاوبه بس لكن مهم ان احنا نتعلم منه شوية حاجات اول فيه تلات حاجات لازم واحنا بنجاوب على السؤال ده نقول اول حاجة لازم نتصل مباشرة عشان نعرف الحكم في هذه المسألة مباشرة يعني لازم الزوج يتصل عشان نعرف معاه ونحقق معاه نحقق معاه مش عشان احنا عايزين نلومه ولا عشان هو متهم لكن بنتحقق منه من شوية امور اللازم نسمع عشان نجاوب عليه طب هو لما قال والله انا كنت معصب وما كانش قصدي هل ده يكفي لا احنا بنشوف ان هو يسأل احسن يسأل احسن عشان يعرف الكلام ده طيب فيسأل يتصل بمية وسبعة يتصل بنا ونجاوب ان شاء الله على هذه المسألة طيب ده اول حاجة ان هو لازم يسأل عشان يتجاوب عليه وما ينفعش ان هو يجاوب نفسه الحاجة التانية ليه ما ينفع في حاجة تانية كمان ما ينفعش يجاوب نفسه عشانها قوي ايه هي بقى عشان انت واضح ان انت متشككة وبددل وسواسي يجي في نفسك فلازم هو يعمل ايه لازم يسأل دي الحاجة الاولى حاجة التانية بقى والمهمة اواوي هو قال والله انا كنت معصب والله استخدمت الطلاق هذا ليس عزرا واحنا مش هنفرح ان انت والله الطلاق ما وقعش لانك انت كنت معصب لكن احنا لازم نعالج العصبية يعني لما العصبية توصل لحد الطلاق با العصبية ما يتسكتش عليها لازم تتعالج يا سادة احنا بناخد نتضرب على حاجات كتيرة وبندفع اموال طائلة عشان نقدر نتقدم في شغلنا ما ينفعش واحد يقول اصل العصبية دي طبع لا العصبية مش طبع على حاجة بتتغير فيش حاجة ما بتتغيرش كل حاجة بتتغير لكن احنا لما بنزني يعني مثلا واحد قالولي والله حد من احبابك هيحصل له حاجة ولا بد ان تمسك نفسك وما تتعصبش بيعمل ايه بيمسك نفسه انا بقولك ان الطلاق حرق للبيت وكبل الزيت وهد للبيت وحرق للغيط فانت هتعمل ايه هتدمر البيت عشان شوية عصبية انت قادر تملك نفسك قادر تملك نفسك وما تقولش بشي قادر انت قارد ان تملك نفسك ولما كنتش قادر تملك نفسك ما كانش حضرت النبي قال ليس القويه بالسرعة لكن ان القويه من يملكه نفسه عند الغضب يبقى انت قادر تملك نفسك عند الغضب عايز محتاج ايه محتاج تدريب وما اظنش ان البيت يعني قمته هينة كده ان انا استكتر على البيت ان انا اتدرب عشان احافظ عليه لا روح اتدرب روح اتدرب على ايه على انك انت تملك نفسك عند الغضب الحياة الثالثة اللي انا بقولها في السؤال ده والسؤال ده مليء بالحياة دي ان هو لازم حضرتك برضو تكون يعاونة له مش عاونة للشيطان عليه لا عاونة له الحاجات اللي بتعصب والحاجات اللي هو من بيقدرش يتعامل معها ابعيد بعيد عنه طيب لا مش هينفع لان الكلام ده بدي نتكلم عن مصروف البيت بدي نتكلم عن حياة تانية استخدمي طريقة تخليك تدخله في قوله تعالى ويقوله للناس حسنة وحضرت النبي لما كان بيتخولهم بالنصية يعني نختار الوقت المناسب والكلام المناسب عشان نقدر نعمل ده فدي الثلاث حاجات الخاصة بالسؤال ده احنا محتاجين ان احنا نركز فيها قوي 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 لان احنا لو ما ركزناش فيها ممكن تحصل لمشكلات ضخمة في البيوت ق ederim اشترك في القناة